ابن آدم مهما طالت بك الحياة فلابد من الموت ودخول القبر وللقبر أحوال عجيبة وابتلاءات شديدة لا ينجو منها أحد فمنها ضغطة القبر وضمته والتقاء جانبي القبر على جسد الميت ولابد لكل ميت منها سواء كان مؤمنا أم كافرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجى منها سعد بن معاذ لكنها تختلف من مؤمن لكافر ومن بر لفاجر فأما الكافر فهي ضمة عذاب ففي حديث البراء بن عاز بن الطويل في وصف قبض روح الكافر ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وأما للمؤمن فهي ضمة رحمة وشفقة كالأم تضم ولدها إلى صدرها قال الذهبي هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا ولابد أن يفتن كل إنسان ويسأل في قبره فأما المؤمن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وأما الكافر فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أنكذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار ولذا يشرع الدعاء للميت بالتثبيت عند السؤال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ترجمة نانسي قنقر